مرحبا معكم كارمي شماس اليوم بدي أحكي عن السابت 1 أب أغسطس أول يوم بشهر أب أغسطس كيف بدو يكون اليوم الأمر مرافقنا من برش الجدي طبعا الشمس موجودة ببرش الأسد كيف بدو يكون الجو كيف بدنا نبلش الشهر البداية مع برش الحمل موالية برش الحمل انطلقت الشهر اللي بأسابيها في احتمال انه يوم السابت يكون شوية بالنسبة لقلكن ضاغط لأنه في ضغوط في ضغوط عائلية في ضغوط مهنية عم تركضوا عم تشتغلوا عم تخلصوا كم شغلة لكن المزاج ضروري تخلوه رايق لحتى ما تسببوا لحالكن استرس ما قالوا لزوم لأنه جو العام إيجابي يلي أكتر شي لازم ينتبه من مزاجيته هو مولود خمسة وخليني نقول لا الأكثر مزاجية فيكون مولود تمانية وتسعة نيسان أبريل كنوا حاضرين لحتى ما تجذبوا المشاكل بالنسبة لابرش الثور بداية حلوة فيني أقول لازم تسمعوا الأبراج الشهرية لتعرفوا كيف بدي يكون كل الشهر منه سهل كتير لكن البداية حلوة بتخدوا مصلحتكن بتعطيكن انطلاقة دفشة قوي إلى الأمام وبالتالي سارعوا إلى تصحيح الأمور إلى المصالحات لأنكم تحتاجوا إلى كل المصالحات والأجواء الإيجابية بهذا الشهر انطلاقة حلوة استفيدوا مننا كنوا حاضرين 30 نيسان أبريل واحد أيار معيوم مواليد برش الجوزاء يوم السبت واحد أب أغسطس بيسمح لمواليد برش الجوزاء أنه يرجعوا يردوا الأمور إلى موقعها الصحيح اتعبتوا يمكن الأربع الخميس والجمعة صار فيه بإمكانكم أنه تبدأوا شهر أب أغسطس بطريقة جيدة وحلبة ما معناته أنه الأمور وصلت لألكم على طبق من فضة لا لكن ضروري يكون فيه مبادرة منكم والمبادرة منكم رح بتصحح الأمور وبتمشيها على السكة الصحيحة ما تخافوا من شيء لكن المرونة رح بتساعدكم جدا مواليد 15-16-17 هزيرة نيونيو الأكثر حظا بالنسبة لبرش السرطان مواليد برش السرطان انطلاء شهر أب أغسطس نوعا ما بتحط بعض علمات الاستفهام وتطلب منكم أنه تكونوا وعيين أكتر تكونوا منطقيين أكتر وما تفكروا بعاطفتكم بتكون تفكروا بمصلحتكم قبل أي شيء آخر مواليد برش السرطان شهر أب أصلا شهر حلو لازم تسمعوا الأبراج الشهرية حتى الرابط للفيديو بتلقوه بالوصف هناك نوع من تحدي عابر اليوم لكن هو تحدي عابر فبالتالي بيكون تنشو على بعض القصص لحتى يكون أول شيء يوم السبت حلو بترتاحه فيه بتنبسطه فيه ليكون عطلة الأسبوع حلوة وليكون انطلاءة الشهر حلوة على أكتر حظا فيها تكون 12 تموز يوليو بالنسبة لمواليد برش الأسد تاريخ واحد أب أغسطس بالنسبة لكم هو انطلاءة فيها شغل حضروا حالكم إذا مفكرين انه يوم السبت رح تقعدوا مبسوطين وما في شغل ما في شيء بيكونوا مغلطين لأنه يوم السبت واحد أب أغسطس نهار طويل ما رح ترتاحوا فيه هناك ضغط هناك تقلبات هناك متطلبات من الولاد من العائلة من حتى الشغل مع انه يوم السبت رح بتلاقيوا حالكم انه بآخر تكي أو بنص راحتكم يلا قوموا فتحوا اللابتوب اشتغلوا حضروا في يوم طويل بعض مواليد برش الأسد يمكن يخططوا لعمل أو لمشروع بيطلع معكم الفكرة يعطلت الأسبوع الأنشاط المبيهد 19-11 أب أغسطس بنتقل لبرش العذراء مواليد برش العذراء يوم السبت هو يوم إيجابي وبعتبره من الأيام الأكثر حظا لألكم في شهر أب أغسطس وبعتبر انه يوم مناسب جدا مش بس للترفيه عن نفس لكن أيضا لحتى تنبسطوا وتضحكوا ويكون في محبة من حولكم لحتى تلم الشمل إذا بدكن إذا في مشاكل أجواء إيجابية جدا 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 الأكثر حظا 2-3-13-14-16-17-21-22-20-21-September منتقل لبرش الميزان مواليد برش الميزان بداية شهر أب أغسطس نوعا ما في شوية مزاجية في شوية تساؤلات يمكن في شوية اتهمات تتوجه هالاتهمات يمكن سوب الولاد سوب حدا بتحبوه أو حدا بيحبكن عنده علامة استفهام فالأجواء منها سلبية لكن منها الأدية ممتازة فمطلوب حتى تقضوا يوم ثبت جميل مطلوب أن يكون تاخدوا الأمور على أدعى لتها ما تعلقوا عكل شير دي ووير دي بيكونوا تطنشوا وعندها إذن فقط عندها إذن بمشي الحال بعض ما وليد برش الميزان يمكن يكون عندهم احتفالات عائلية شخصية الأكثر حظا 17-18-19 أكتوبر موالي برش العرب انطلاءة شهر أب أغسطس السبت وحد أب أغسطس انطلاءة سريعة حلوة كتير كتير فيها حركة فيها نشاط فيها همة فيها تبادل للمعطيات فيها تبادل لأخذ العطب فيها الكثير من الاهتمام انتوا بتهتموا بحالكم والناس تهتم فيكم أدمعنكم طاقة احتمال انه تتبعثر او تتشتت هايدي الطاقة سواء طاقة جسدية او فكريية فحاولوا موالي برش العرب انه قبل ما تحكوا شيء قبل ما توجهوا ملاحظة بس فكروا شوي عدوا للعشرة قبل ما توجهوا عندكم سرعة خاطر ماشي بتلقاطوا وعد طاير يوم جميل جدا سوقوا على مهلكون خاصة موالي 2 و 3 نوفمبر بالنسبة لي موالي برش القوس واحد أب أغسطس يوم جميل بالنسبة لي لكم يوم حلو طلتكن حلوي عنكن احتمال انه اذا سعيتوا لشيء تاخدوا خبر ساره انتبهوا من المصروف قد منكم متحمسين احتمال انه تصرفوا بلا وعي فانتبهوا لهذه النقطة خلوكن متواضعين ما كتير تشوفوا حالكن بحقلكون تشوفوا حالكن لكن طولوا بالكن على الآخرين في ناس تعبيني في أبراج تعبيني فطولوا بالكن علي في اشياء حلوة بانتظاركن تقدروا تقضوا يوم سعيد جدا الاكثر حظا 1-3 ديسمبر اما بالنسبة لي موالي برش الشدي فانتم من الأبراج الأقوى وجود الأمر ببرشكن هو نوع من ضوء أخضر لا تنطلقوا بفكرة بمبادرة حابين تحكوا مع حدا حابين تتقربوا من حدا حابين تتواصلوا مع حدا في احتمال انه يكون فيه عنكن نتيجة حاسمة لألكن لمصلحتكن لصالحكن مش بس السابط أيضا الأحد فمواليد برش الشدي انتم الأكثر قدرة على التنافس ومنافستكن صعبة والخبر البدكني إذا ما سمعتوا لجمع بعض الظهر في احتمال أنه تحصلوا عليه السابط واحد أب أغسطس فأنتم الأقوى الأسرع لكن انتبهوا كونوا حاضرين ما تتسرعوا ما تتهوروا 13-14-18-19 كانون الثاني يناير بنتقل إلا برش الدلو يوم بصراحة مولوب برش الدلو بعتبر هيدا نهار منه نهار ممتاز بل قد يحمل تبعاته سلبية يمكن ما تلاقوا تبعات هلأ لكن المجازة فيها اللي بتصير اليوم قد تترك تبعات سلبية في بعد يومين وثلاثة وأربعة فرجاء أن كونوا حاضرين يوم فارغ من الحظ يوم يحمل خيبة أمل كونوا حاضرين بعده عن المشاكل كليا وفيه احتمال أنه حتى تطلع سلتكم فاضي وما تاخدوا يلي أنتوا بدكنيه من الأيام الصعبة ما تجازفوا فيها خاصة موليد خلينا نقول موليد 29-31 كانون الثاني يناير مع أنه الملاحظة والتنبيه على جميع موليد برش الدلو كامل مع برش الحوت موليد برش الحوت هذا اليوم بعتبره يوم جيد لتبدأوا فيه شهر جديد المعنويات مفروض تكون حلوة مفروض تكون ثقاتكم بنفسكم قوية مفروض يكون فيه عندكم عزيمة قوية مفروض ما عبقول عندكم عبقول مفروض يكون عندكم عزيمة قوية النهار مناسب جدا إذا بدكن رأي الفلكي لتواصل مع الناس لتجتمعوا مع الناس مع الأهل مع الأحبة أو لحتى تكونوا أنتوا اجتمعيين ومحبين وتتواصلوا مع الناس فيكن أونلاين تحكوا مع الناس ما تبقوا لحالكن يلي عم بيشتغل يمكن شغلكم مع أشخاص تانيين مفيد جداً وبيساعدكن ما تبقوا لحالكن يوم سوشيلي في انفتاح الجو بيتعاطف معكن وانتو بتتعاطفوا مع الناس الأكثر نشاطاً الأكثر حظاً فيكون 14, 15 و 16 أدار مارس بختم مع مولود اليوم بقول له لمولود اليوم هايدي سنة سنة قد تفتح المجال لعمل لفرصة عمل جديدة لتقدم ما بتعرفوا شو بيصير بهالسنة الصعبة حافظوا على اللي عندكن لكن فيه احتمال إذا بتكون تغيروا مجال عمل فيه احتمال إذا توصلوا إلى مكان جديد لكن بتكونوا حذرين في عنا شهرين متقلبين بهالسنة يلي هني شهر كانون التاني يناير وشهر شباط فبراير 2021 بقية الأشهر مفروض تكون جيدة مع احتمال إنه يكون فيه مفاجأة سارة لالكن يمكن تحصلوا عليها في آب أغسطس هلأ في ديسمبر وفي نيسان أبريل على كلن بديت معنا لجميع نهار سعيد وإلى اللقاء مع أبراج شهرية ويومية وأسبوعية باي باي